عدت أفكر كده وإحنا بنتكلم مع مؤسسة طمّن معنا ودعم دايماً للمواطن ودعم للمحتاجين والأقصر احتياجاً قلت طب ما إحنا كان عندنا في الفترة الأخيرة حكاية بلد حكاية دولة حكاية دولة قررت إن هي تتحدى كل الظروف بكتير قوي من المعطيات اللي تأكد بيها للمواطن اللي فارق معاه يشعر بهذا الفرق والتحول فحاجة ملموسة فم بدرة تلمسه فم بدرة تخش بيته زي دايماً ما تطمن معنا بتخش البيوت بتاعت الناس وبتساعدهم كان مهم جداً إن ده بيبقى جزء من كل من إطار واسع قوي الدولة قررته عاوز تقول إيه عنوان عريض قوي اتحفر في قلوبنا كلنا حياة كريمة ستين مليون نفس ستين مليون مواطن بيستفاد بالمبادرة دي المعنى الحرف لكلمة حياة كريمة تقدر تشوفه وتلمسه في كل اللي بيتم حواليك وزي ما بقول دايماً كاحت فقط اللي ينكر شكل بيتك والشارع اللي ساكن فيه والكهرباء والبترول والخدمات والطرق والكباري حتى الدعم والمعاشات والمرتبات أعتقد كان مهم جداً في وسط هذه التحديات تبقى لمسها بشكل موضوعي كمان على الجانب الآخر وانتوا عارفين واحنا بنتحرك في العديد من المحافظات مع مؤسسة الطمن معانا وبتروح المحافظة دي والمحافظة دي الصعيد وبحري عشان الناس هناك فعلاً أقصر احتياجة وهو دا اللي احنا كلنا شفناه من خلال المبادرة وعلشان كده دايماً المؤسسات جزء بيساعد مع الكل اللي هي الدولة اللي هي الأصل في الموضوع عاوز أقول إن احنا كلنا وإحنا بنفكر كده نبقى فخورين جداً وانت جاي من ظروف استثنائية للغاية حدث ولا حرج لسه خارج من ثورتين وبعدين خبط في كورونا وبعدين حرب روسيا وأوكرانيا ودعهم حربة إرهاب على طول الخط أعتقد عشان تبدأ تحقق ذاتك وتبدأ تحقق ذاتك كدولة مع مواطن يلمس هذه الخدمات في وسط هذه التحديات والله وانت بتسمع كده ما تفتكرش إنه هو شيء عادي حرفياً هو فعلاً تحدي وتحدي عظيم وفعلاً كلمة العبور للجمهورية الجديدة مش مجرد كلام ده واقع بنشوفه بس المهم إنه يلمس المواطن عشان تحقق أحلام ناس بسيطة جداً كان كل أمنيتها في الحياة يوصل لها مية نظيفة يوصل لها في الشتة حاجة تدفيها يوصل لها بيوت وأسقف زي ما بنشوف معنا مع المؤسسة إن انت تبقى بتخليهم في أمان سواء بقى صيف ولا شتة أعتقد دي كلها بتبقى أمور إيجابية جداً بتلمس جداً مع المواطن طيب كل محافظة على حدة ليها نشاط ونصيب من المبادرة أنا قلت لك في بداية كلامي ستين مليون مواطن رقم كبير جداً من مية وثلاثة ولا مية أربعة مليون لك أن تتخيل الكم ده كان الناس كلها محتاجة إنها تعيش جوه المبادرة دي إزاي؟ الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت حريصة جداً بدعم كل استيادة المحافظين إن هم يقوموا بدورهم على أكمل وجه لإن إحنا عندنا ما شاء الله خيادة سياسية وريس ما بيحبش حد يقعد في مكتبه كله عمل ميداني يا باشا كله شغل من الشارع وكله شغل في وسط الناس عشان يبدأوا يحسوا بهذا الفرق وهذه المبادرة المهمة جداً إنه تبقى ملموسة علشان كده عاوز وإنت تبقى فخور ببلدك في ظروف صعبة واستثنائية بس الأهم دايماً نتخلص شوية من أي طاقة سلبية موجودة لإن إحنا عارفين وشايفين ظروف اقتصادية صعبة جداً غلى معاك ومي غير ما تقول يا عم أنتوا حاسين بحاجة دا أنتوا إعلمين متطلعوا في التلفزيون وقاعدين والدنيا مرتاح كل الناس بتعيني والكلام محدش جاي نظر ولا تجاود على حضرتك لكن أنا بخطف فيك قلبك وطنيتك حبك لبلدك حبك لبلدك اللي مش محتاج ولا هاني ولا أي مزيع ولا أي برنامج يبقى بيحركه جواك وبيحسك عليه دي حاجة بالفطر دي مصر هتعمله إيه زي ما الرئيس دايماً بيقول هنقف جنبها ولا نتخلى عنها يبقى أنت كمان لما تبدأ بنفسيتك اللي تبقى مستريحة مع الدولة في هذا الإطار هيبقى شيء جيد جداً والله أكلمك عن تحقيق حلم بعنوان برنامجنا أحلام مواطن إحنا دايماً بتوع الناس ودايماً بننزل في أعمال ميدانية عشان أعرف أعبر عنك لازم أعيشك لازم أنزلك الشارع لازم أسمعك مش من هنا فقط من الستوديو وده اللي إحنا بنعمله في أحلام مواطن والطمن معنا في كل المحافظات عشان أعرف أعبر عنك بجد بنحاول نقدم لك حاجة تفيدك محتوى حقيقي راقي حقيقي يفرق معاك بعيد بقى عن ركوب الترندات والكلام اللي لا يسمن ولا يغني من جوع أعتقد دايماً هذه السماء معنا